اهلا بكم هناخد النهاردة مع بعض احنا ازاي نبدأ نشترك في الاكاونت بتاع بيع الصور بمنطقة البساطة احنا لو دخلنا على شاتر ستوك هندخل على سيل كونتينت هيفتح لنا الصفحة الجديدة ديت كل اللي انا هقدر اعمله هنا ان انا هدخل على سين اب وحبدأ امشي معا خطوب خطو هنا بيقول لي اكتب اسمك اكتب اسمك هحط اسمي كامل الاسم بتاعي كامل صحيح بعد كده بيقول لي حط اه طبعا هنا وعشان انا مشترك قبل كده فهو بيقول لي ان الاسم ده موجود بالفعل فانا هغير الاسم هكتب هنا الايميل بتاعي ولا هيكون بالشكل اذا بعد كده هكتب البساطة بتاعي وحامل تشيك بوكس هنا طبعا هو اداني هنا في المارك كله هنا اا اوكي مفوش مشاكل حامل نيكست دلوقتي هو قال لي اوكي شكرا تشيك على الايميل بتاعك عشان تعمل في الفايل الاكاونت بتاعك تعمل تنشيط الاكاونت بتاعك فانا هبدأ دلوقتي ادخل على الايميل بتاعي بحيث ان انا اعمل تشيك على الايميل واشوف الرسالة اللي هتنبعت او الايميل اللي هنبعت من شاتر ستوك كونتربيوتر واعمل له تفعيل بعد ما دخلت على الايميل انا لقيت هنا عندي مفيش حاجة في الايمبوكس بس لقيته موجود في الجنك ميل فاذا يريد لو لو ما دخلوش في الايمبوكس تشيك على الجنك ميل بتاعك هتلاقي الشاتر ستوك كونتر بيوتر ااااااااااااااااااااا انا هدخل دلوقتي انقله على الايمبوكس وافتحو من هنا وايه هضغط على الايمبوكس ده و اضغط على الايمبوكس ده بعد الخطوة ديت. وابدأ اكمل المعلومات بتاعتي من هنا. طبعا هنا تختار البلد بتاعتك. بعد كده بتكتب العنوان بتاعك. وبعد كده بتحط المدينة بتاعتك. وبعد كده بتحط رقم التليفون بتاعك. وهنا العنوان بتاع البريد بتاعك. فانت هتحط برضو نفس العنوان بتاعك. وهي هتضغط على نيكست. طبعا هنا بعد كده المرحلة اللي بعديها هو بيقول لك ان انت اعمل ابلود لصورة من عندك. او تقدر تعمل ابلود لملف فيديو. من هنا لو ضغط على السهم ده. انا دلوقتي محتاج ان انا فقط ادخل على القيمة راسية بتاعتي فانا هدخل على الصفحة راسية بتاعتي بالشكل ده. انا كده عملت اول مرحلة وهي مرحلة فتح الحساب. بعد ما ادخل على الصفحة الراسية بتاعتي فحتكون بالشكل اللي انا شايفه ذا. الصفحة الراسية بتاعتي بتتبع بغرة عن لوجو الموقع موجود في على الشمال. وهو موجود في هنا الاسم بتاعك وكمان قيمة موجودة فيها اعدادات الحساب بتاعك وهنا اللغات بتاعتك طبعا ما بدعمش العربي فانت بتخليه على الانجليش. من هنا قدر اضيف الصور بتاعتي لو عملت ابلود امج او لو ضغطت هنا ممكن ابلود فيديو. هنا القيمة دي بتنقسم لحاجتين. الامج الصور والفيديوهات. انا هنا لو انا واقف على الصور هو بيقول لي دي الصور اللي هي اترفعت ولسه متعملهاش اضافة. عشان نعرف المراحل بتاعتنا اللي هنحننمش عليها بعد كده ان احنا اول حاجة منضيف صورة نرفحها. بعد كده منبدأ نسميها ونحط الهاشتاج بتاعتها او تاجز بتاعتها كلها. وبعد كده منبدأ نرفحها او نضيفها لتيم بتاعها عشان يرجحها. ويشوف هل فيها اي مشاكل او تصلح ان هي تعمل لها ابروف. بعد اربعة عشرين ساعة بيبدأ يتعمل لها ابروف. فاول مرحلة عندي هي النوتيات سبميت ديت اللي هي لسه انا رفعتها ولكن لسه انا ما ضفتلهاش التاجز وضفتلهاش العنوين بحيس ان انا او اديها هنا. فهو بيقول لك عدد الصور اللي لسه ما نضفتش او لسه مرحلتهاش انت للتيم عشان يرجعها. بعد كده بتلاقي هنا البندنج ابروفل اللي هو العدد الصور اللي انت فعلا بعدتها للتيم ولكن هو لسه عمل لها بندنج لحد ما يرجعها. هنا بعد كده اللي تشاف وتراجع. فبيقول لك عدد الصور اللي موجودة ودي طبعا بتكون لاخر ثلاث اسابيه. يعني اخر ثلاث اسابيه هو ده اللي بيوجود. هنا بقى البرتفوليو بتاعك ده الصور اللي بتكون خلاص موجودة هنا. بعد كده هنا اسمك وهنا بيقول لك البروفيل بتاعك مكتمل بالنسبة 5% وهنا بيقول لك المبالغ اللي هي انت حصلتها ولكن لسه ما اتحولتش على حسابك. بتجيلك بالشكل ده. ده الانبيد اللي هو المبالغ الغير مدفوعة. انت باعت الصور فبتجي لك بعد كده هنا وبعد كده انت بتحولها بعد ما يوصل الرقم ده ل 30 دولار. هنا نيجي بقى هنا ال last download. هنا بيقول لك اخر العمليات التحميل للصور بتاعتك عن طريق الموقع الجغرافي. فين بالزبط الناس اللي هي اشترت منك الصور. وده هي فيدك بعد كده في التحاليل بتاعتك ان انت تعرف اكتر المناطق في العالم اللي بتشتري منك الصور. طبا هو هنا بيجيب لك بقى التحاليل بتاع الارباح بتاعتك كلها. بحيث ان انت هنا ممكن تشوف اه باعت بقدي ايه وبنسبة قدي ايه. وبيجيب لك هنا رسم بياني تقدر انت تحدد منه في خلال اخر اثناشر شهر اللي هو سبعة او ستة شهور او تلات شهور او اخر شهر. انت باعت في قدي ايه. ده بعم. بعد كده هنا بيقول لك الارنج سواري. طب ايه الفرق ما بين الانبيد والارنج سواري. هنا بيجيب لك توتل اللي انت باعت بيه. يعني وليكن انا باعت مثلا بخمسين دولار. ولسه ما اندفعوا ليش. فحييجو هنا خمسين دولار وحيجو هنا خمسين دولار. طيب انا قلت له حول الخمسين دولار دول الحسابي على البيبال. فهو حول هوملي. فحيصبح هنا ده بعد ما يحاول هوملي. هنا زيرو. ولكن هنا هيفضل خمسين دولار. فده اجمالي مبيعاتك. من اول ما اشتركت في الحسابي. وبعد كده بيقول لك بتاعك. وبعد كده بيقول لك التوتل دونلود. فهنا التوتل ده اللي هو اللي هيكون المبلغ التوتل بتاعك اللي انت ربحته من الموقع. طبعا ممكن تقسمها برضو على حسب الفيديوهات. وبرضو منسلي ولا يعني سنويا ولا تايم كله ولا شهريا. وبعد كده هنا بيقول لك النوع الارباح بتاعتك كانت عاملة عبارة عن ايه. يعني ده كان شخص جاي عن طريق انفتيشن انت عملت له انفتيشن وهو باع وانت كسبت من من وراه. ولا جالك عن طريق شخص اشترى او مشترك اشتراكات شهرية او جالك عن طريق شخص داخلي يشتري صورة واحدة ويطلع على حسب المبيعات بتاعتك ودي حنشوفها ونكلم على التفصيل بعد كده ان شاء الله. بيقول لك عملت كم دولار من ده وعملت كم دولار من ده يعني بيقسم لك الارباح بتاعتك جات لك منين بالزبط. الستس دي تعبارة عن جروبات وانت بعد كده لما بتيجي تعمل ترفع الصور بتاعتك بتلاقي صور. انت حطيت مثلا صور للترافيل صور صور للكارز صور للأكلات صور لكزا. انت ممكن تعمل زي فولدرات صغيرة كده وتحط جواه الصور اللي انت توافق عليها بحيث ان هي تكون عبارة عن فولدرات موجودة ومتقسمة للشغل بتاعك كله. هناخد برضو الكلام ده بعدين. وبعد كده هنا التوب فايف ده احسن او اعلى خمس صور او اعلى خمس صور او اعلى خمس احنا احنا عايزين بس في الحلقة دي نحن نغير او نكمل البروفيل بتاعنا. فحندخل على البروفيل من هنا او ممكن نيجي من هنا وعلى الاكاونت سريء على البروفيل بتاعنا. ونبدأ بقى نكمل البروفيل بتاعنا من هنا. طبعا ديسبيلي نام ده اللي هو الاسم بتاعك وبعد كده ده الرابط بتاعك اللي هيكون علي الجلالي بتاعك على شهدر ستوك. طبعا ده التاجلين ده انت بتكتب فيه وصف ليك. بعد كده اللوكيشن بتاعك انت موجود فين بالزبط فانت بتقول له اللوكيشن بتاعك. عندك وبسايت بتكتب للوبسايت بتاعك. عندك اكاونت على الفيسبوك بتكتب هولو. وعلى تويتر وعلى الانسجرام وعلى بتكتب نبزة عنك. انت بتعمل ايه? هوايتك ايه? هوايتك في التصوير ايه? وهكذا. الستايل بتاعك في الصور ايه? بتبدأ تحط اللي انت عايزه هنا. السابجك بتاعتك ماشي? الادوات بتاعتك اللي انت بتحطها في الصور بتاعتك اوكي. وبعد كده انت اللي انت بتعمل ايه في الموقع هنا. هتكون فوتوغرافر هتكون مصور ولا هتكون ارتست للفكتور يعني بتتصمم فكتورات وكلام من ده عايز تباحها ولا عايز تكون مصور فيديوهات. فحنا هنقوله هنا فوتوغرافر او لو عايز تباح كبان. مصور فيديوهات بتحطها هنا. بعد كده انا بعمل طبعا انا هنا لازم ارفع الفوتو بتاعتي لازم ارفع صورة اللي هي وحطها بالشكل ده. وعشان طبعا انا بعد ما رفعت الصورة بتاعتي واعمل هنا اعلامة صح والنسبة بتاعتي بتاع اللي هو مكتمل عندي اصبحت 35% فعنا عايز برضو اعمل هنا انا اكمل السوشيال ميديا اكاونت تمام. وعايز اعمل save change اصبح انا عندي هنا دلوقتي باع 95% وهنا كده يعتبر كملت يعتبر البروفايل بتاعي بس انا فضلي هنا ديت انا ما عملتهاش فهنا بيقولك المعدات اللي انت بتشتغل بيها يعني بتصور بايه بتصور بايه نوعيات الكاميرا نوعيات كده فانا هكتب مثلا هنا كانون لو انا بصور بموبايل مثلا معايا ايه تاني معايا لايتس معايا سوفت لايت معايا معايا يعني معدات التصوير كلها تحطها هنا بما ناصحين ولو اعملت هنا save change اصبح دلوقتي عندي 100% البروفايل بتاعي مكتمل كده انا عملت حسابه على الموقع وزبطت البروفايل بتاعي الحلقة الجاية ان شاء الله هنبدأ ناخد بقية بتاعتنا وناخد بعض التزبيطات في المدفوعات انا عايز اقول حاجة برضو جماعة احنا دلوقتي ما ما نفكرش احنا ازاي هنسحب فلوسنا احنا دلوقتي ما نفكر ازاي احنا هنبيها او بمعنى صح احنا ازاي هنحط ونرفع الحاجة بتاعيتنا وتتوافق عليها وبعد كده نرجع نبيها اخر مرحلة من المراحل نتكلم فيها هو سحب الفلوس ممكن تبيع في الشهر ب1000 و2000 و3000 و4000 وممكن تبيع بمية وميتين وممكن تبيع وممكن ما تبعش خالص فديت بقى قصة بتعتمد عليك انت تعتمد على الشكل الصور بتاعتك اللي انت بتحطها تعتمد على كمية الصور اللي انت بتنزلها هل انت بتنزل ومعتدم انت تنزل يوميا او لا بتنزل مرة وعلى مرتين في الشهر وبعد كده بتنسى الموقع وترجع بعد شهر ترجع تحط الصورة على صورتين كمان وعلى انت تنسى الموقع وبرفيل بتاعك يكون مثلا بعد فترة طويلة ما فيوش غرر 15-20 صورة طبعا ده كده وترجع تقول انا عايز اكثر فلوس لا كده طبعا دي من الاخطاء اللي ايه اللي فيه ناس كتير جدا بتقع فيها وبتمل وتزهى وتسيب الموقع في الاخر فدية هنعملها حلقة لوحدها هنقول فيها ايه الاخطاء اللي بتتعمل عن قصد او غير قصد وبتخلينا في الاخر ما نباعش وننسى من الموقع وايه الاخطاء التانية اللي بتتعمل في الصور نفسها وبتخليها ما تتوفقش عليها دي طبعا هنبلغها حلقة مفصلة لوحدها بس خلينا نكمل المرة الجاية الاعدادات بتاعة الحساب والاكاونت بتاعي وبعض من الاعدادات الخاصة بالمدفوعات وبعد كده الحلقة اللي بعدها هنتكلم فيه الاخطاء اللي موجودة والحلقة اللي بعدها نبدأ نتكلم فيه ازاي احنا نبدأ نرفع صور بالطريقة الصح خليكم معايا وان شاء الله الكل يستفيد شكرا لكم